اهي هجمات بصواريخ الكاتيوشا واحيانا الى قراد ام تطورت لتصبح حربا بالطائرات المسيرة كيف دخلت تلك الطائرات الى العراق ومن هي الجهة التي زودت المهاجمين بها هل هناك مزيد منها مخبأة لدى مجميع مسلح لشن هجمات مماثلة ما هي الدلالات تساؤلات تطرح تزامنا مع التطور الامني الاخير الذي تشهده عملية استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنود امريكيين وقوات التحالف الدولي البداية من مطار اربيل هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قوات التحالف الدولي داخل المطار مخلفا اضرارا بجزء بسيط من المطار انذاك وجهت اربيل الاتهام المباشر لفصائل مسلحة تحمل الولاء والانتماء لايران مع استبعاد نظرية ان يكون الهجوم ارهابية ومن جديد يتكرر الهجوم بقاعدة عين الاسد الجوية في الانبار في مؤشر يراه مراقبون بانه تطور غير مسبوق في عمليات الاستهداف قد يوقع ضحايا في حال اصابت الطائرة هدفها بدقة وفقا لخبراء عسكريين فان التعامل مع الطائرة المسيرة وتوجيهها الى الهدف يحتاج الى خبرة ما لا يقل عن عامين ما يعني ان مستخدمي هذه الطائرة قد تلقوا تدريبات على الاستخدام خارج العراق بحسب خبراء في حين يرى مراقبون للشأن الامني ان استخدام الفصائل المسلحة لتكتيك جديد بهجماتها ضد القوات الاجنبية يأتي لاثبات الامكانية العسكرية في وقت اكدت مصادر امنية مطلعة ان احد الفصائل يمتلك نحو عشر طائرات مسيرة استخدم ثلاثا منها لضرب اهداف معينة وما تبقى سيتم استخدامه لاحقا خفجوم المصادر